السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا يلا كلها نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قليل وصحبه اجمعين زي ما اتفقنا قبل كده في سلسلة اصل الحكاية ان انا بنحاول نسلط الدوق على كل شيء سواء معلوم او غير معلوم لدى بعض المتابعين ومن ضمن الحاجات اللي حابين نتكلم عنها هو موضوع حلقتنا النهاردة وهو البعبع فالبعبع من الحاجات الوهمية اللي ملهاش وجود واسطورة مخيفة للاطفال وبيتم استخدام مصطلح البعبع للاطفال لاخافتهم من شيء ما او عند عدم سماع الكلام وممكن تكسيد البعبع ده حسب الظروف المحيطة بالام والاب لاخافتهم به للطفل عشان يخوف الطفل به يعني ممكن يكون متجسد في حيوان وممكن يكون كائن هيطلع مثلا من المية وممكن يكون شيء واهمي مثلا مستخبي وراء الدولاب او السرير وغيرها كتير وطبعا مش كل الاباء بترجع للحيلة دي علشان تنبه بها الاطفال عن شيء خاطئ اعتادوا عليه ولكن بيكون كسلاح اخير للحفاظ عليهم ولتلبية الاوامر تمام طيب دلوقتي عاوزين نعرف كلمة بابع معناها ايه كلمة بابع معناها هو كائن وهمي بيستدرجوه لتفزيع الاطفال طيب ده معناه وطبعا احنا زي ما شرحنا قبل كده المعنى بتعكلمة بابع دلوقتي عا هو البابع دوت مصطلح متواجد في بلادنا العربية وبس ولا منتشر حول العالم الحقيقة ان ده منطبق حول العالم وزي ما ذكرنا قبل كده من قصد التخويف هو تقويم وتحسين سير وسلوك الطفل طيب خلينا دلوقتي نعرف البابع ده بيصوروه الاطفال ازاي في بعض البلدان بعض البلدان بتصور البابع ده على انه رجل يحمل كيس على ظهره وبيحمل فيه الاطفال المشاغبين ويخدهم بعيدا وده طبعا شائع في بعض البلدان زي تشيلي كده والبرتغال تمام وفيه تصوير تاني للبابع على انه وحش شرير وبيكون مختبئ ليلا تحت السرير وبيخطف الطفل اللي ما بيسمعش برضو كلام بابا او مامته وفيه كمان تصوير ليه انه بشكل مخيف وبيكون راسه مشعرة ووشه مشعر جدا وبيسموه الكوكو وده لان راسه ووشه المشعر دوت بيكون شبه صمرة جوز الهند وسبب التسمية بالكوكو هو اسم صمرة جوز الهند اللي هو مستوحى منها او من شكلها وده طبعا على الطريقة البرتغالية تمام كمان في البرازيل بيكون فيه تشبيه للبابع على انه تمساح بشري او سيدة عجوز ومعاها كيس وبتكون الطريقة دي برضو لتقويم الطفل من وجهة نظر الاب والام وهو عن طريق ان تمساح البشري ده او السيدة العجوز هتاخد الطفل وتجعل منه مشروب تمام او هتجعل منه صابون على حسب طبعا ما ما بيحكوا الحكاية اللي الطفل بيخوفوه بيها ايا كان تشبيه البابع والتشبيهات الكتير اللي ذكرناها في بلدان مختلفة طبعا حول العالم فهي ظاهرة متواجدة من قديم الازل لتقويم سلوك الطفل وتحسين اسلوبه وده طبعا ما يمنعش ان مع انتشار الاسلوب ده ففي بعض الاباء والامهات بيمنعوا طبعا اسلوب الاخافة للطفل بالشكل ده وممكن يكون استخدامهم للبعبع كحكاية لحكايات للطفل مش اكتر ومش للاخافة ويكون سلاح في ايد الاب والام تمام لتقويم الطفل وفي النهاية التربية على القصص السليمة هتكون افضل بكتير عن القصص الوهمية بس كده دلوقتي جينا لاخر حلقتنا يا رب تكون عجبتكم اكتبوا رأيكم في التعليقات ولو حابين اني اتكلم عن مواضيع تانية اكتبوا لي برضو وانا هحاول اني انافزها ان شاء الله ودلوقتي اسيبكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته